تطور جديد عند نقاط التماس بين قوات الأسد ومناطق سيطرة قسد نظام الأسد أرسل تعزيزات إلى هناك بعد استنفار في حواجزه وقطعاته دام ثلاثة أيام حسب ما أورد مراسل دير الزور 24 التعزيزات الأضخم وصلت إلى مناطق المعابر في قرى الصالحية ومراط وخشام قادمة من كافة المناطق التي يسيطر عليها نظام الأسد في دير الزور العدد الأكبر للمقاتلين جاء من مدينة الميادين المدينة تعد مجمعا لمن بقي من أبناء المحافظة الموالين لنظام الأسد التحالف الدولي اجتمع بوفد الروسي في بلدة الصالحية شمال دير الزور الاجتماع دار حول تسليم قوات النظام لقرى حطلة والصالحية ومظلوم ومراط وخشام والطابية جزيرة إلى قوات سوريا الديمقراطية والتحالف الدولي قيادات الميليشيات التابعة لإيران رفضت الخروج من تلك المناطق وعلى رأسها طارق ياسين المعيوف القياد في حزب الله السوري وفادي العفيس قائد ميليشيا الباقر الذي طلب من روسيا قبل يومين السمح له بمهاجمة مناطق قوات سوريا الديمقراطية التوتر الحاصل في المنطقة الفاصلة بين قسد ونظام الأسد ربما يشعل فتيل أزمة بين إيران وروسيا خاصة أن روسيا رفضت تغطية أي تعمليات منفردة من قبل الميليشيات التابعة لطهران ترجمة نانسي قنقر